السلام عليكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة بقى نعمل اكلة كده سهلة وسريعة مش هتاخد وقت خالص طعمها حلوة اوي وفي الانجاز لو محترين بقى مش عاركين تعملوا اكلة النهاردة جربوها وهتعجبكوا اوي باذن الله لو الفيديو عجبكم هتنسوش اللايك وتشتركوا في القناة ولسه مش تركتوش فعلوا الجرد على الكل عشان كل منازل فيديو جديد تتفرجوا علي حطيت معلقتين كبار كده زيت في الصينية وصيخنه كويس اوي وبعدين حطيت عليهم كيس ونص من لسان العصفور وممكن بدلهم مقارونة صغيرة خالص اللي هي اصغر حاجة او شعرية هقلف فيه بقى على نار كده تكون وسط وايدي فيه كده باستمرار لحد ما ياخد لون دهبي تمام ما سيبوش ومشي لانه هو ممكن يتحرق على طول خلاص كده اوه تمام خد اللون الدهبي حلوة اوي اوي كده ما غمقش عن كده لانه هو لسه هيغمق شوية من الحرارة هفضي بقى في طبق كده جنبي علشان اكمل بقية الاكلة في نفس الصينية يعني الحلوة فيها كمان ان هي من غير موعين ولا حاجة نفس الصينية بقى حطيت فيها معلقة سامنة كده وحسيبها لغاية ما تسخن كويس وبعدين هحط فيها نص كيلو من اللحمة المفرومة ولو حبينها اقتصادية بقى نخليها ربع كيلو بس حدي بقى للحمة صدمة وخليها كده ايه تتفلفل كده فلسطينية كده واتفرفر كده لوحدها من غير ما حط عليها اي حاجة خالص الطريقة دي في العصاق حلوة قوي قوي جربوها كده احسن ما تحط البصل في الاول خلاص اول ملون اللحمة كده بدأ ان هو يغير بالشكل ده بشرت بصلايا بالمبشرة وحنزلها عليها الخطوة دي بقى البصل بيبقى كده مسكر كده في قلب الاكل وبيبقى حلوة قوي عن ما بتشوحيه في الاول وبعدين تحطي عليه اللحمة المفرومة هقلبهم بقى مع بعض قطعت بقى فلفل اغضر يعني قطعته مكعبات كده صغيرة ولو في فلفل الوان بقى وعايزين يعني نخلي الاكلة تبقى ايه احلى واحلى ميش نحط مفيش مشكلة او فلفل شطة كل واحد بقى لحسب رغبته انا حطيت فلفل اغضر مكعبات وحقلبه كده تقلبتين ثلاثة مش هخليه ينهري كده ولا حاجة لأ اعنا عايزة فيه الروح ويفضل زي ما هو لونه كده جميل في وسط الاكل عشان بقى الحاجات اللي اللزقه في الصينية دي بشرت طمطنية كبيرة بالمبشرة وخدت القلب بتاعها هنزلها بقت لميلي كل الحاجات الجميلة اللي في قلب الصينية دي وتدي كده طعم حلو قوي قوي للعصاق تمام عندي بقى معلقة كبيرة من صلصة الطماطب الكيس ده بمقدار معلقة كبيرة فانا حطيته كله اقلب بقى كله كده في قلبه بعضه وبعد هنا ابتدي بقى ان انا ايه ابهارها كده ايه زي ما انا حبه بقى هحط الاول يعني نص معلقة كده من السكر عشان خاطر طبعا ايه الصلصة اللي انا حطيتها بتشيل الحموضة منها يعني وبعد هنا فحط بقى نص معلقة من المالح نص معلقة من الفلفل الاسود نص معلقة من السبع بهرات ودي هتلاقوا عند العطار وحطي نص معلقة من البابريكا و ربع معلقة صغيرة من الجنزبيل البوتر و نص و ربع معلقة ايه رشة بسيطة خلص من genommen covenant هقلب بقى كله مع بعضه بصوا بقى بشر الطمطماية خلى لي الصينية زي الفل مفيش حاجة لازق فيها من تحت بعدين هنزل بقى عليها ايه لسان العصفور اللي انا ايه شلته في الطبقة على فكرة ممكن بدل اللحمة المفرومة ممكن نحط حاجات تانية خالص ممكن نحط فراخ مكعبت صدور فراخ ممكن نحط كبد وقوانس اي حاجة بقى ممكن نحط لحمة قطع صغيرة يعني نقدر نصنى فيها زي ما احنا عاوزين بص بقى التكة دي في الاخر خالص بحب احط فصي طوم عناي كده من غير ما شوحه ولا اي حاجة بيفرق وبيودي الاكلة في حتة تانية خالص بيخلي الريحة جميلة جميلة قوي وحقلبه كده في وسط السان العصفور بالخضار بكل حاجة وبعدين هديله بقى مقدار المية بتاعته زيه زي الرز بالزبط يعني بارتفاعه لتصبا وهقلبه بقى كويس قوي وفي الوقت ده اقدر ان انا ادوق واشوف لو محتاجة مثلا ازود مالح ازود حاجة في الوقت ده اقدر ازود اللي انا عايزينه هغطيه واسيبه لغاية بقى ايه ما يغلي ويتشرب زي الرز بالزبط خلاص كده تمام غلي اهو تشرب في الوقت ده انا كنت مشغالة الفرن بيسخن اه على مية وتمانين او درجة يعني متوسطة وعادي يحط الشبكة في الرف اللي في النص هدخل الثانية كده من غير ما اغطيها ولا ايه حاجة خالص على الشبكة في الرف الوسطاني وما بقتش الشواية بقى دي الفرن من تحت بس وبسيبه لغاية ما ياخد لون ويتحمر ويستوي ويبقى معي بالشكل ده شكله حلو قوي ورحته جميلة وممكن نحط على الوش على فكرة برضو شريح كده من الفلفل والبصل والطماطم لو حابين نخلي الشكل كمان احلى واحلى بصوا من فلفل وحلو ازاي واخد لون جميل من الفرن نفسه مش مش شواية ولا حاجة حلوة قوي قوي جربوه ان شاء الله يعجبكو جنبيه شوية بطاطس كده مقلية وطبق صلطة واكلة والحمد لله يارب الفيديو يكون عجبكو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة واستنون ان شاء الله الفيديو الجاي مع السلامة باي باي